هنسيب الالعاب الجماعية وهنروح لنجمنا الكبير كابتن مصطفى عسل كابتن مصطفى عسل كابتن مصطفى عسل اللي تربى داخل النادي الاهلي دايما بيكون عنده شخصية البطل بمعنى لو خسر يقدر يقوم تاني ويكسب كابتن مصطفى عسل بيلعب فيه بطولة جي بي مورجن في امريكا بطولة قوية جدا 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 بيقابل فيها في دولة 16 بطل العالم بطل عالم جري جري جوتية بطولة قوية بطولة فيها نجوم لعالم الكسرين لكن مصطفى عسل في اول في اول شوت بيقسر بيقسر منه في اول شوت كان شوت قوي جدا عنده خبرات جري جري ويقدر يكسب نجمنا مصطفى عسل لكن نجمنا مصطفى عسل الشوت التاني والتالت تقلق بشكل كبير جدا لكن سرعان ما تعدله تاني في الشوت الرابع اتنين اتنين لكن قدام كل العالم قدام بطولة كبيرة قدام جمهور كبير قدر مصطفى عسل يحسم اللقاء ليه تلاتة اتنين ويتأهل كمان لدور التمانية وان شاء الله المرورة اللي جاية هيلعب مع طارق مؤمن لعب انتخابنا ونجمينادي الجزيرة البطولة دي بتلاقف في نيويورك في امريكا مجموعة جاوزها مية خمسة وتسعين الف دولار كل امناتنا طيبة ليه وكمان نجمينا كريمة عبد الجايب بيلعب مباراة قوية جدا النهاردة في نفس البطولة طبعا نجمينا كريم عبد الجواد نجمي النجوم العالم وعنده مباراة النهاردة قوية ومباراة مهمة مع الانجليزي جامس ديكلين في دور الستاشر كريم مرشع بقوة انه يفوز باللقاء ده لكن اللقاء لا اهو الفوز لا ما حدش بيعرفه غير لما صفورة الحكم او مع اخر بوينت في السكواش كمان نجميتنا هاسر بعادل بتلعب في نفس البطولة عندها مطش صعب جدا مع كاميل سيرم المصنفة الخامسة في البطولة ياسر بقدر التعدي دور اتنين وثلاثين وكسبت زبلتها زينة مكاوي كل امناتنا طيبة لنجمنا الكبار باذن الله في دورة السكواش وكل نجمنات الاهلي بالتوفيق في المرحلة القادمة خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل اشتركوا في القناة